اشتركوا في القناة الحج عبادة وسلوك يصحبكم فيه اعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبدالله المصلح واخراج عبدالله ابن بارك الدوسري البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد الحمد لله رب العالمين احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه لا احسي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبدالله ورسوله صفيه وخليل خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات في هذه الحلقة من برنامجكم الحج عبادة وسلوك الحج ركن من اركان الاسلام فرضه الله تعالى على اهل الايمان وجعله من دعائم الاسلام به يحقق المؤمن خيرا عظيما وفضلا كبيرا ويحوز اجرا جليلا وعطاء جزيلا انه اجل العبادات في شريعة الاسلام انه اصل من اصوله العظام الحج هو قصد بيت الله الحرام طلبا للفوز والاجر طلبا للعطاء والمن طلبا لحط الاوزار وتلاشي السيئات والذنوب الحج تلك العبادة الجليلة التي نادى بها ابراهيم عليه السلام بل كفل الله تعالى ابراهيم بهذا البيت العظيم وجعل بناءه على يديه وعاهد اليه هو اسماعيل ان طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود انه من اجل العبادات التي يظهر الناس فيها افتقارهم الى الله عز وجل ويعظمونه جل في علاه بذكره واجلاله فينادي للمنادي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلك هي اول منازل هذه العبادة الجليلة تلك هي اول مراحل هذه العبادة المباركة ان ينوي بقلبه قصد هذه البقعة التي شرفها الله وطهرها وجعلها اول بيت وضع للناس فهو يأتي الى هذه البقعة يرجو ما عند الله لا طلب له ولا قصد الا في رضوان الله عز وجل فتكون هذه اولى خطوات توجهه الى الله عز وجل ان يقصد ذلك بقلبه ان يقصده بفؤاده ان يقصده بنيته فيكون مراده ما عند الله عز وجل يكون مراده تعظيم ما عظمه الله عز وجل يكون غرضه اجلال ما اجله الله عز وجل وامر بتعظيمه انها تلك القلوب الطاهرة التي عمرت بتعظيم الله عز وجل تقصد هذا البيت فاذا جاءت الى المواقيت وهي المنازل والمواضع التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحرام منها لمن يقصد مكة في حجنا وعمره لبى لله عز وجل بعد تطهره وتطيبه وتجرده لبى لله عز وجل ناويان الدخول في النسك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك هذا الذكر العظيم مفتاح التوحيد انه توحيد الله عز وجل بالقصد والطلب انه توحيد الله تعالى في الارادة والغرض انه توحيد الله تعالى في طلب الاعانة والمدد انه توحيد الله عز وجل في الاستجابة له وفي التوجه اليه وفي ملازمة امره جل في علاه لبيك تلك الكلمة التي هي عنوان الحج عنوان هذا النسك المبارك هذه العبادة الجليلة معناها ألزم طاعتك وأقيم على ما تحب يا ربي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولذلك وصف هذه الكلمات جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد إن الحاج يقصد هذه البقعة يتقلب في تنقلاته ليحقق العبودية لله عز وجل فالحج يخرج فيه الحاج من ملاذ الدنيا مهاجرا إلى ربه تاركا ماله وأهله ووطنه متجردا من ثيابه لابسا إحرامه في أقل كلفة وأبهى صورة حاسنا عن رأسه متواضعا لربه تاركا كل الملاذ التي يمكن أن تشغله عن مقصوده وغربه فيترك الطيبة ويترك النساء ويترك للذات والمجتهيات متنقلا بين المشاعر بقلب خاضع وعين دامعة ولسان ذاكر يرجو رحمة ربه ويؤمل عطاءه يتعرض لنفحاته يمتثل أمر الله عز وجل في كل حركة وسكنه في كل دقائق أعماله وأحواله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إنهم يتزودون في كل أعمالهم وفي كل أفعالهم وفي كل ترك يتركونه لله عز وجل يتزودون من خير زاد أمرهم الله تعالى بالتزود منه الحج عبادة جليلة وعمل من أجل الأعمال لذلك قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فهم يذكرون اسم الله عز وجل في كل هذه الأيام ليلا ونهارا يذكرونه قياما وقعودا بكرة وأصيلة يذكرونه في كل أحوالهم يبتغون عطاءه ويتعرضون لهباته يستعتبونه فيستغفرون ويسألونه ما يؤملون كما قال جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكره كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فهو ليس ذكر لسان بل ذكر قلب وذكر لسان وذكر جواره ثم أفيضوا من حيث وعفاظ الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا فرقتم من ذلك كله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره يتعرضون بالسؤال ويضعون بين يديه الآمال فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من الخلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هكذا ينقسم الناس في مسائرهم فرعا عما كان في قلوبهم من الرغبات فمن همه الدنيا لا يسأل سواها ومن همه الآخرة جعل طلبه وغايته في الفوز بها وأخذ ما يكون مما يعينه على نيلها وبلوغها من أمر الدنيا إن المؤمن يحقق في حجه العبودية لله عز وجل بقصده وسلامة نيته كما يحققه بأفعاله وجميع حركاته فهو في كل حركة يتعبد الله عز وجل حتى فيما لا يدرك معناه ولا يرى وجه الحكمة فيه كالطواف بالبيت سبعا وكالسعي بين الصفة والمروة على الوجه الذي شرع ابتداء بالصفة وانتهاء بالمروة ثم بعد ذلك رمي الجمار لا يعقل له معنى إلا أنه طاعة لله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما رواه أصحاب السنن من حديث عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفة والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فالحج أعظم العبادات التي يتحقق بها اجتماع العبادة القلبية تعظيما ومحبة وإجلالا والعبادة العملية سعيا وحركة وتنقل والعبادة الحالية بإحرامه وإمساكه عن ما أمره الله تعالى بإمساكه والعبادة المالية فينفق في أوجه الخير وصنوف البر حتى يصل غرضه ومقصوده ويؤدي نسكة وبذلك تكتمل نواحي العبودية الله أكبر ما أجل حالا الله أكبر ما أجل هؤلاء وأعظم ما هم فيه من عمل اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تحل بيننا وبين حطائك اللهم بلغ الحجاج مقاصدهم وارزقهم يا ذا الجلال والإكرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا واجعلهم من الفائزين بنوالك اللهم لا تخيب سعيهم ولا تردهم عما أرادوهم من فضلك وعطائك أنت الجواد الكريم سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم الحج حبادة وسلوك أستودعكم الله الذي لا تضي وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة